وكأنه يجلس على مقعد نقيب الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروة وليس قصر للتحادية وكأنه لا يرى أي أهمية لأي فئات أخرى في الدولة غير الإعلاميين فيلتقي بهم ست مرات منذ توليه السلطة رسميا قبل ستة أشهر في حين أنه لم يلتقي مرة واحدة رؤساء الأحزاب وأساتذة الجامعات فاليوم التقى عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وقبل أقل من أسبوع فقط التقى السيسي مجموعة منطقة من الصحفيين ومقدمي البرامج ممن أطلق عليهم شباب الإعلاميين وفي كل مرة يلتقي فيها السيسي الإعلاميين أو من يدور في فلك الإعلام يتحدث عن مفتاق الشرف الصحفي وعن أهمية الإعلام ودوره مستعملا أو مستخدما عباراته المكررة الإعلام ده دور خطير جدا 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 فلماذا لا يرى السيسي في مصر غير الصحف والقنوات الفضائية ولماذا سقطت عمدا من جدول أعماله ولقاءاته الأحزاب والقوى السياسية وممثلون نقابات العملية وهل يؤمن السيسي صاحب مقولة الذراع الإعلامي بياخد وقت طويل علشان يتكون هل يؤمن أن الأذرع الإعلامية هي الذراع الأقوى في مصر ربما لم يعطي أي رئيس أهمية قصوى وأولوية عظمى للإعلاميين والصحفيين مثل ما فعل عبد الفتاح السيسي أول رئيس منتخب عقب الانقلاب العسكري في ستة أشهر التقى السيسي نحو ست مرات عددا من الإعلاميين والصحفيين المصريين المؤيدين له إحدها كانت خارج البلاد وأخرى عندما كان مرشحا رئاسيا بخلاف اللقاءات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجراها آخر تلك اللقاءات كان لاثنين حيث عقد السيسي لقاءا مع أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الذين كان قد التقاهم أيضا في السابع من يوليو الماضي ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن السيسي أكد خلال اللقاء بأن الدولة لن تسمح بسقوط الصحف القومية وستعمل على حل المشكلات التي تواجهها كما طلب الإعلاميين بتبصير المصريين بما وصفه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد وتعاهد السيسي أيضا بعدم السماح بعودة انقطاع التيار الكهربي مرة أخرى خلال الصيف المقبل سبق هذا اللقاء مع الكبار اجتماع آخر قبل أقل من أسبوع وتحديدا في الثاني من الشهر الجاري مع مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وخلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وذهابه لمؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى السيسي في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي الإعلاميين والصحفيين المصريين المرافقين له في نيويورك قبل ذلك في التاسع من أغسطس الماضي التقى السيسي نخبة من الإعلاميين بمقر قصر الاتحادية الرئاسي لاستعراض تفاصيل مشروع تطوير محور قناة السويس ومنقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والخارجية بحسب رأسة الجمهورية هذا الأمر يعيد إلى الأذهان تصريحات السيسي بشأن الأذرع الإعلامية وأهمية صناعتها عندما كان وزيرا للدفاع قبل أن يقود انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 في هذه الكلمات التلقائية التي تحدث بها السيسي ربما يجد البعض ردا على التساؤلات التي تثار بشأن إيثار السيسي لفئة الإعلاميين والصحفيين دون غيرها من الأطياف الأخرى بما فيها الجهات الأمنية والشراطية فضلا عن فئة العلماء وحتى رجال السياسة وقادة الأحزاب ومعنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الكاتب الصحفي محمد القدوسي والدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية أهلا بكم أستاذ محمد القدوسي لقاء السيسي اليوم برؤساء مجالس إدارات الصحف وعضاء المجلس الأعلى للصحفة هو اللقاء السادس خلال 180 يوم تقريبا هم فترة تولي السيسي الرئاسة ما دلالة ذلك من رجحة نظرك؟ هو استمرار أو تأكيد لما قلته من قبل برارا وتكرارا مع السيسي لا توجد أحزاب ولا توجد حياة سياسية على الإطلاق قواعد السيسي السياسية هي القواعد التي بناها والتي أسسها بنفسه اللي هو في الإعلام وفي القضاء دعنا نتذكر أنه لما حب يعمل حوار بين الأطياف والأطراف السياسية عملوا في مقر جريدة قطاع خاص لا شروق يعني وكأن مصر ما فيهاش مثلا قاعد برلمان ولا قاعد ولا مؤتمرات ولا كلام من ده دي سابقة أو دي وقع أعتقد أنه ليست لها سابقة وربما لا تكون لها لاحقة في أي الدولة من دول العالم دي نمرت واحد دي نمرت اتنين في التقرير بتاعكم بتقولوا أنه ما بيعتمدش حتى على الرجال الأعمال والسياسيين والقوى الأمنية القوى الأمنية هي الرأس البديل عبد الفتاح السيس عبد الفتاح السيس هو الجنرال العسكري الجنرال الأمني هو الرأس البديل الذي كان مبارك يريده أن يحل محل الجنرال العسكري واستبق الجنرال العسكري هذا الإحلال بأن ركب موجة الحراك الجماهيري أو الشروع في ثورة الذي كان فيه الخامس والعشرين من يناير ده واحد فإذا هو مش هيجيب البديل بتاعه ويكبره ويأويه هذا الجنرال الأمني يتحرك معتمدا على مجموعة الساسة ومجموعة قوى المال لأن كان هناك زواج الأمن والمال أو زواج القوى الأمنية والمال في مصر فعاد مبارك أنه مبارك كان عايز يورس جمال فعارف أنه هو ما يقدرش يعتمد أوه على الجنرال العسكري وكان يريد للجنرال الأمني أن يحل بديلا لهذا الجنرال العسكري إذن عبد الفتاح السيس لا يمكنه أن يعتمد وضد وعلى فكرة حكاية لو تفتكر كان بيننا وبين بعض حواره على حكاية الانتخابات البرلمانية وأنا قلت لحضرتك لا تفق في الأمر كل هذه السقة وأعتقد أنه طلعي أنه برضو يعني ما ندقش على كلام الجماعة ولتلك نعم بفتاح السيس بكل ما واسعه من قوة سيحاول أن لا تنعقد الانتخابات البرلمانية في إطار الظرف الحال دكتور أسام عبد الشافئ أستاذ العلوم السياسية يعني كان السيس هو وزير دفاع أيام محمد مرسي كان بيحاول دائما أنه يكون حلقة الوصل بين الرئاسة وبين الأحزاب السياسية وكأنه كان مهتم جدا بموضوع منقشة الأحزاب السياسية والاجتماع معهم ومعرفة يعني مشاكلهم لته يعني هذا لم يحدث منذ أن تولى هذا المنصب 180 يوم قابل فيه جالس إدارات الصحف وعضاء المجلس الأعلى للصحافة ست مرات ولم يقابل أي من الأحزاب السياسية ما هو مدلول ذلك؟ طيب خلينا بس أكد على ثلاث ملاحظات أساسية أستاذنا أشر ليها إلى واحد منها الحديث عن الإعلام وأهميته أعتقد الكثيرين أو القريبين من المجال الإعلامي يتذكرون مقولة جوبلز وزير هتلر عندما قال أعطيني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي وبالتالي القضية مرتبطة بقضية الوعي الأداة التي يمكن أن تستخدم لتفتيت هذا الوعي ولتشويه هذا الوعي في هذه المرحلة في ظل النظم الاسترادية هي الأداة الإعلامية في المقابل مباشرة تأتي قادة النظم رؤساء الأحزاب السياسية وأستاذة الجامعة قادة النظم السياسية أو رؤساء الأحزاب السياسية في النظم السياسية المحترمة أو الديمقراطية المفترض أنهم قادة رأي ومشاعر للتوعية ومشاعر للحرية ومشاعر للتواصل السياسي أستاذة الجامعة أيضا المفترض في ظل النظم الديمقراطية وفي ظل المجتمعات التي تتمتع بحرية في التعبير أيضا قادة رأي وبالتالي هو يحارب كل من يمكن أن يكون له صلة بقضية الوعي هذه الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية فيه كتاب مشهور جدا لنعمت شومسكي تذكر فيه أن الإعلام من أهم الأدوات التي يمكن تعتمد عليها النظم الاستبدادية لفرضها الهيمنة وذكر أنه يتم الاعتماد تتبع النظم الاستبدادية عشر استراتيجيات قبرى بزعتمدة على الإعلام لفرض هيمنتها وسيطرتها منها استراتيجية الإلهاء ولا يمكن أن تتحقق استراتيجية الإلهاء بمعنى إشغال الشعوب والجماعات والطيارات المختلفة بالقضايا الفرعية لا قيمة لها إلا من خلال وسيلة إعلامية أيضا في ظل النظم الاستبدادية أعتقد أنه من أخطر الأدوات التي يمكن أن يكون بها الإعلام هي فكرة الحرب النفسية القائمة على تشويه الحقائق وتمصل حقائق أيضا ومحاولة تغييب الوعي وأعتقد أنه أيضا ساتذة الجامعات الأحزاب السياسية إذا كانت تقوم بضوء يمكن أن تكون منافسا لمثل هذه التوجهات التي يمكن أن يكون بها الإعلام طيب معنا من القاهرة عبر سكايب بالأستاذ مجد حمدان نائب رئيس حزب الجبهة أستاذ مجد أهلا بك سؤال الآن هل سقطت الأحزاب والكينات والقوى السياسية من حسابات السيسي سهوا أم عمدا؟ يعني لم يلتقي بهم ولا مرة حتى الآن لا رئيس حتى تحت السيسي يدرك أن الإعلام كما عشان بيسك الكريم هو من يستطيع أن يراجع رأي العمل في مصر والإعلام موجود في كل بيت والتسجيل موجود في كل بيت وممكن أن يغيي رأي المواطن بعيشة المشكال لكن الأحزاب هو في اعتقاد يعتقد أنها مجرد كينات وهمية وأنها عبارة عن مجموعة نخبوية ليس لها وجود في الشارع بالفعل هذا ليس لها وجود لكن لابد أن يأخذ رأيها في النهاية لأن هذه الأحزاب هي من تصنع الحياة السياسية ليست بأن هناك حياة سياسية بدون أحزاب عندما يصل من الحين إلى الآخر مندوبه السامي لكي يعدلس وتشاور مع الأحزاب بدون أن يكون هناك دعوة مباشرة فهو هيخالف الأحزاب الذي خرجت عليه المصرين في 36 هو غيبا يضلك أن بعض الأحزاب بعد براءة مبارك أصبحت مغيلة الوضع أو ليس لديها الآثة وضعات نحو هذا النظام وأن البعض أصبح يعالج النظام بسبب ما يحدث من براءة نظام مبارك ما حدث من التسليبات الأخيرة والبعض في نصه الآن يعتقد أو يظن فعلا هذه التسليبات صحيحة بالمئة بالمئة وأن هناك تدخل في الشهر للقضائي هذا هو الماجد أو هذه المعلومة التي وصلته وأنها ستعلم أن الرئيس عن فتاة السيسي كان طيب أستاذ ماجد طيب عفوا أستاذ ماجد المقاطعة لكن إذا كان هذا هو موقف السيسي من هذه الأحزاب أنه هنظر إليها أنها ليست ذات تأثير في الشارع وأن الأذرع الإعلامية هي أهم ما يواجه الرأي العام وأن هي ممكن تشتغل لصالح النظام وتحمل مسؤولياتها بتوعية الشعب حجم المخاطر وأن الإعلام هو اللي ممكن يوصل أي رسالة للنظام وأنه لابد أن يمقفوا جنب الدولة هو ده كلام للأذرع الإعلامية التي تحدث عنها من قبل لكن أين دور الأحزاب إذن في إثبات وجودها عند هذا النظام الأحزاب يا سيد الفاضل خرجت من ثلاثين ستة ضعيفة مفككة الأحزاب فعت نحو التحالف الانتخابي عن طريق المندبين الذين تمسلوا مؤسسة في الهاتف بين حين وراخذ عامر موسى كمد الجنزوري فأصبحت الأحزاب محجمة بشكل أساسي في أنها تضع التحالف الانتخابي وأصبحت الأحزاب الآن محطوطة في نطاق ضيئ جدا من قبل مؤسسة الهاتف الرئيس لا يتحدث عن أحزاب ورئيس يتحدث لها كأحزاب سياسية لا أدور إيجابي في الشارع المصري أو لا أوجود الرئيس يتحدث كأن هذه الأحزاب ليست لا أوجود إلا في الإعلام وإننا كان تم أخذ رئيس بقانون الانتخابات الذي صدر بعيدا عن أحزاب وأيضا قانون تقسيم الدولة الذي صوت يخرج غدر بدون أن يأخذ ذلك الأحزاب في أي من سياسات الدولة هذا هو ناجد الهاتف الآن الذي يعوده بنا لأكثر من 33 عام عندما أطاح جمال عبد الناصر بكل الأحزاب وأصبح ذلك أول والأخير لمؤسسة الهاتف ولا وجود أي قوة سياسية أخرى في الدولة أرجو لو توقع معي أستاذ ماجدي ولكن أتحول الآن إلى رأي المشاهدين حيال هذه القضية ولقاء السيسي بالإعلاميين أكثر من خمس مرات حتى الآن هذه المرة السادسة مع حسام يحيى ماذا قال لك المشاهدون؟ نعم أي من الإعلام متهم بشقيه الحكومي والخاص في تزوير الوقائع وأيضا توجيه الرأي العام نحو الأكاذيب من وجهة نظر التعليقات التي وصلتنا نذهب الآن إلى فيسبوك مصر الليلة وأنا أبدأ بالعرض مع تعليق سعد بيقول أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي فهو أكيد بيعلمهم إزاي يبقوا بلا ضمير زيه إذا من وجهة نظر سعد الرهان على الشعب عمار بيقول لأنه عارف أن مصر بقت ودان بلا فكر عمار بيخالف تعليق سعد أما سلمة بتقول مشكلة السيسي أنه ما عندوش قاعدة شعبية ولا برنامج ولا طريقة يتكلم بها للناس فسيب المطبلين يطبلوا له ده سلمة أما تعليق نسمة حجازي بتقول هي أذرع عادية كده لا ده أخطبوط والأخطبوط مش عادي بل عملاق بعرض من مدينة الإنتاج حتى مزبيره ده من وجهة نظر نسمة أما حساب صاحب صاحب يقول لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما فعله الإعلام لتمرير الإنقلاب كان أقوى من الدبابة أيضا ننتقل سريعا إلى تويتر نبدأ بحساب الصياد بيقول سحرة فرعون وبيغسله دماغك الغلابة ومع ذلك سيفشل أكثر وأكثر من وجهة نظر الصياد أما أحمد علام عشان الإعلاميين دول بيمثلوا الدولة العميقة وسيسي كمان بيمثل ذات الدولة الدولة العميقة من وجهة نظر أحمد أما محمد سعيد بيقول هو حرس جدا أن أذرع الإعلامية لا تخرج عن الخط المرسوم لهم لأن من وجهة نظره هم اللي بيشكلوا الرأي العام وهو من وجهة نظر محمد شيء خطير جدا التغريدة الأخيرة من أنديل بيقول التاجر الشاطر اللي بيعرف يسوي البضاعة بتاعته ولو كانت مضروبة وجهة نظر التاجر الشاطر شكرا لك حسين شخص محمد قدوسي طيب يعني ما هو كان الإعلام مع مبارك وفشل وقمت عليه ثورة يناير إذا كان فيه أحد الإعلاميين المفروض أن لهم تاريخ كان ناس بتنظر لي أنه هو رجل يعني معارضة من الدرجة الأولى أبراهيم عيسى يقول أنا التقيت السيسي خمسين ساعة عدت معاه خمسين ساعة وكنت بعد الثورة منبشرة بقعد معاه كل يوم اثنين تقريبا ساعة وبيأكل معاه وبيشرب معاه يعني إذن الإعلام هواش يعني أداة الرهاني الأولى بدليل أنه لم يصلح مع مبارك لا مبارك كان مشكلته أنه هو نظام ونظام مختلط بمعنى هو نفسه بينتمل المؤسسة على السكرة وذلك هو كان رجل معه أن يبقى هو في الحكم ورجل معه أنه يورس جمال ولذلك كان حاطة أحمد شفيق حسب الكلام اللي كتبه محمود عموارة قبل حوالي شهر من الشروع في الثورة الذي جرى في يناير كتب قال أنه أحمد شفيق هو بديل التوريس بتاع جمال مبارك وللماذا أحمد شفيق بالتحديد؟ لأن أحمد شفيق برضو في نهاية المطاف بينتمي للمؤسسة العسكرية لكن إجابة السؤال أن السيسي لما كان بيقعد معه الإعلاميين السيسي بيربي ولاء وخلينا كده بالمفتشر موافقة المخابرات أساس علشان تروح في مكان بارز في الأجهزة الإعلامية سواء كانت في الصحف أو في القنوات التلفزيونية التابعة للدولة أو حتى الفضائيات اللي الدولة مساهمة فيها موافقة المخابرات أساس كمان موافقة المخابرات أساس علشان قاضي يروح أو يترقى أو يتم تصعيده وعشان كده السيسي معتمد على رجالته اللي هو وافق على أنه ما يتعينه واللي هو وافق على أنه ما يترقه ده مش غريب طيب دكتور عصام يعني السيسي دايما بيتخاطب الإعلاميين بقول لهم لابد أن تتحملوا المسئولية بتوعية الشعب بحجم المخاطر والتحديات على المستويين الدولي والإقليمي الضمير الفكري الذي يفرض التناول الإعلامي بموضوعية وحيادية تم بغية إيجاد ظهير فكري مساند للأوطان العربية من وجهة نظر السياسية هل هذا هو دور الإعلامي الحقيقي في تشكيل فكر الدولة أو المواطنين هو من الطبيعي في ظل أي نظام سياسي يتمتع بحرية يتمتع بتنافسية يتمتع بتعددية يتمتع باحترام وفصل بين السلطات أن يكون الإعلام من أهم الأدوات لتشكيل هذا الوعي يمارس دورا كالدور الذي يمكن أن يقوم به المسجد أو المؤسسة الدينية كالدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس أو المؤسسات التعليمية كالدور الذي يمكن أن يقوم به قادة الرأي من رموز ومفكرين وغيرهم وبالتالي الإعلام له دور صحيح حقيقي وفاعل في بناء وتوعية ونشر الحقائق وتصحيح المفاهيم وتزيادة معدلات الوعي بقضايا الوطن الكبرى والمصرية وغيرها ولكن في ظل هذا النظام الاستبدادي أعتقد أن العكس هو الصحيح لأنه بالأساس إذا كنا نتحدث عن أدوات وعن أزرع لنظام سياسي أو نظام عسكري انقلابي لا أعتقد أن الإعلام يمكن أن يكون وسيلة من هذه الوسائل شكرا دكتور عسام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي محمد القدوسي وكان معنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ مجد حمدان نائب رئيس حزب الجبهة شكرا لكم جميعا لكن العرب في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفصل على خلاف إفادات الشهود وما أظهرته تسجيلات المصورة أمين لجنة تقصي حقائقنا بعد ثلاثين من يونيو يقول إن الشرطة لن تتعرض للمصابين في رابع لفظيا أو بدنيا أن المعتصمين هم من أشعلوا النار في خيامهم فاحترقت سبع وثلاثون جثة اشتركوا في القناة